نواصل التسعين دقيقة أخبار في الشأن السياسي فتح غياب المبادرات الحزبية التي أطلقتها مختلف التشكيلات السياسية من موالات المعارضة عن المشهد السياسي العديد من التساؤلات حول مصيرها خاصة وأنها كانت حتى وقت قريب تصنع الحدث في الساحة السياسية طهر بنزين هو مقر مبادرة الأفلانة الدعمة للرئيس بوتفليقة مبادرة ورغم تغني الحزب العتيد بحجله للعشرات من المساندين إلا أنها وفي الواقع لم يظهر لها أي أثر في الساحة السياسية وهو ما يطرح أكثر من سؤال بشأن محلها من الإعراب في المشهد السياسي لا يوجد أي تراخي في مخص هذا التوقف المبادرة المبادرة تم إليها من طرف حتى 30 حزبا سياسيا نحق نصف نصف على الأحزاب السياسية كانت استحقات وطنية التي خلتنا نحق بالنسبة للحزنة والجزائر ككل وهي أولا الانتخابات التجزد النصفي لشغلتنا شغلت الأحزاب السياسية التي رحم عندها تواجد لمنتخبها بإضافة إلى تعديل الدستور أحزاب هيئة المعارضة في محاولة لإثبات وجودها بعد شهور طويلة من الغياب تستعد على قدم وساق في إنجاح أرضية مازفران بجمع أكبر عدد من المعارضين بغية إعادة طرح مبادرتها مرة أخرى عديد الأحزاب والشخصيات مستهدفة بالاتصال من أجل دعم كما قلت المعارضة العمل يمشي بهدوء ويمشي بخطة ثابتة وبين مبادرات ولدت ميتة وأخرى تحاول إعادة البحث من جديد ما تزال الساحة السياسية تشهد بين الفينة والأخرى تحركات حزبية لا تخرج أغلبها عن محاولة التموقع وإيجاد موطئ قدم لها في المشهد السياسي للبلاد